عدت ليش هاي السيارة طارت وخذت السائق وياها سفره سياحيه شلون صارت هاي السالفة؟ باوع السيارة بها قوة دفع هاي قوة الدفع تكون من الاسفل لان التايرات بالقاع يعني بالاسفل فمن راح تفتر هاي التايرات راح تدفع السيارة بالتجاهين الاول للأعلى الثاني للأمام بس معظم هاي القوة تدفع السيارة للأمام والقليل منها يدفعها للأعلى جربوا بسيارة ناصي ودعم لك واحد من رجليه ش راح يصير؟ اولا راح يطير ثانيا راح يندفع للأمام يعني راح يندفع للأمام وهو طاير نفس هاي الحالة بالسيارات الدفع من رجليه السيارة اللي هنا التايرات وحتى تعلق لازم تكون السيارة واحد تقريبنا الفحصان ثانيا الدفع خلفي يعني دفع أمامي أو رباعي انسه بس نادرا ما تصير بالدفع الرباعي اللي يكون توزيع القوة بها للخلف أكثر من الأمام ثلاثة قاعدة العجلات كل ما تكون أقصر راح ترفع السيارة أسهل لأن تحتاج عزم أقل ليش قلت تلكم هاي السيارة مصممين مقدمتها طويلة لأن هيك مقدمة طويلة تحتاج عزم كلش عالي يلا ترفع أربعة تماسك التايرات عالي خمسة تكون مقدمة السيارة شوية مرتفعة حتى يدخل هو من جو السيارة ويساعد برفعها ستة كل ما كان وزن السيارة بالأمام خفيف أحسن سبعة كل ما كان داون فورس أقل أحسن وغالبا السيارة اللي ترفع أو تعلق ما راح تجيب تسارع زيان لذلك تلاحظ أنهم يحاولون يمنعون هاي الظاهرة بهواي طرق تحية لأبو عليوي Challenger Demon السيارة الإنتاجية الوحيدة اللي علقتها وهي ستوك بدون تعديل السطورة مو بيدة